اتحاد الكورة داخل على انتخابات وحنا عارفين يعني انتخابات ملحلبة مع انها لمدة سنة واحدة بس من وقت ما قال الاتحاد الافريقي ان انتخاباته هتبقى في شهر مارس الجاي انتخابات الاتحاد الافريقي وعلى فكرة مقترنة بواحدة الموانسة حينها بريدة اللي كل الكلام انه ممكن ينزل الانتخابات او فيه حتى كلام بيؤكد انه ينزل انتخابات الاتحاد الافريقي وان عنده فرصة عالية جدا وانه ترشيه حبيبة من خلال الاتحاد المصري هو عشان كده لازم بورئيس الاتحاد المصري قصة كده يعني. وعايز ينزل الانتخابات بتاعت الاتحاد المصري واقرب الناس اللي خلاص يعني هاني بريدة لو نزل الانتخابات عندنا خلاص يعني ما فش حد قدر بيخش يواجه يعني. لجنم هو عشان خطر يبقى بعد القصة بتاعت الاتحاد اللي فات واستقلتوا بعد خسارة المنتخب الاول في كاز الامم اللي استضافناه في يونيو 2018. فالرجل قال لك ايه? 2019 عفوا. فالرجل قال لك احنا لازم احضم مهجوه جديدة. يعني حتى لو عندي وجهة او اتنين او تلاتة من القدام. لازم اعمل المزيج ما بين الخبرة وبين ايه? الجديد. فبجوالاته ضامم اه ناس زي عامر السعيد. الرئيس السعيد السابق. اه زي عامر حسين. الرئيس الاجتة المسابقات السابق. فمن ضمن برضو الناس اللي بدأت تزهر تزهر مع المهندس هاني ابو ريدة دكتور اشرف محرم. اشرف محرم ده عضو مجلس ادارة نادي السعيد. ودكتور معروف في الوسط الرياضي يعني. وعيلته يعني عيلة كورة يعني من الناس اللي معروفة جدا. هولوك بسرعة كده حاجة كده عن العيلة. لانه لما اشرف محرم ظهر مع هانا ابو ريدة في العزمات بتاعته. فعلى طول نجيب السيفي بتاعه او نجيب تاريخه وبينتامل عيلة كويرة كلها. يعني كان جده عبد الحميد محرم ده صاحب اول جول في منشطة القمة من الاهل والزمالك. صاحب اول جول ولعب الاهل ولعب للزمالك ولعب للترسانة. اول جول في منشطة القمة في تاريخ مباراة القمة من الاهل والزمالك جايبه جد الدكتور اللي اللي بنتكلم عليه. الدكتور اشرف محرم. كمان والده نهاد محرم ده واحد من اشهر الحكام في تاريخ الكورة المصرية. فده من الوجوه احنا بلكشفهو عن كل شوية بنشوف حد من ضمن القائمة احنا بنعرفكم. من ضمن الوجوه الجديدة اللي موجودة. سنة بريد عشان يقنع الجمال عمومية. لازم يحطوا وجوه جديدة. يعني حد هيقول لي طب لغات دلوقتي فيش وجوه شاب. احنا منتظرين برضو الوجوه الشابة. في وجوه جديدة. وفي وجوه شابة. يا شابة يعني ايه انت بتكلم في اللعيب اللي هو مبطل نجم معروف شوية. بتكلم زي احمد حسن زي اللعيبة دي. يعني احمد حسن كان بيقول انه بيفكر في انتخابات اتحاد الكورة. هيبان خلال الفترة الجانام الغد دلوقتي اللي ظاهرين معانا بريدا من الوجوه الجديدة. عامر حسين. عمر السعيد. والدكتور اشرف محرم اللي هو موضوع مجلس ادارة نادي الصيد.